موسيقى السهم الملتهب هو عنوان المسرحية الجديدة اللي بينطلق عرضها بكرة بموسم الرياض على مسرح ستيديو وان بمنطقة بوليفارد رياض سيتي وهي مسرحية عن مسيرة اللعب الأسطورة ماجد عبدالله أحد نجوم المنتخب السعودي ونادي النصر وليعتبر إحدى إيقونات الكرة السعودية والخليجية والعربية بمسيرة امتدة ٢٢٢ عام استطاع المنتخب بقيادته الحصول على كأس الأمم الأسيوية أكثر من مرة والوصول إلى نهايات كأس العالم والصعود لدوري ١٦ لأول مرة سنة ٩٩٤ نبارح أقيم مؤتمر صحفي خاص بالمسرحية بالمركز الإعلامي للموسم الرياض بحضور مخرج المسرحية نايف البقمي والممثل فيصل الدوخي اللي بجسد شخصية ماجد عبدالله بمرحلة النجومية بعالم الكرة وطبعاً كان في حاضب المؤتمر الكابتن ماجد عبدالله أشكركم على الحضور في المناسبة هذه ثانياً أشكر معلي للمستشار على إتاحة الفرصة هذه لمشاهدة المسرحية تحكي عن بعض حياته ماجد هذه كانت خطوة جميلة وفي نفس الوقت خطوة جريئة لكن عن لاعب كرة هذه يمكن أول مرة تحصل فبتستعرض مسرحية السهم الملتهى بمسيرة ماجد عبدالله من خلال تسليط الضوء على مشواره بكرة القدم ومراحل وصوله للنجومية والأمر بالذات كان تحدي كبير لفريق العمل تحدي كبير بأن تستطيع أن توصل محطات من حياة هذا الرجل إلى الجمهور بشكل مغاير عما هم مطلعين عليه وخصوصاً للجيل الحالي لم يعاصر ماجد فلابد أن تنقل لهم ماجد بالشكل الكامل في جميع الجوانب وليسع في الجانب الرياضي فقط والعرض مر بثلاث مراحل درامية طفولة ماجد مرحلة شبابه اللي عم بيقدم عبد الرحمن المزيعل الشخصية بالنسبة لي كانت فيها صعوبة تقمص شخصية مثل شخصية الكابتن ماجد تعبنا كثير وما قصر معنا وعبدالله جلس معنا كثير وخذنا أدق التفاصيل وإن شاء الله بإذن الله نطلع بصورة جميلة بإذن الله مشرفة وصولة لنجوميته المرحلة اللي بجسدها في صالة دوخي بخصوص سؤالك وصعوبة الأداة طبعا نحن نواجه صعوبة كبيرة نحن كيف نقدر نعكس جمال روح ماجد عبدالله على المسرح وخفة دم وأيضا في مفاجأة أنا واجهتها وأكيد أن أغلب اللعب الكرة موجودة عندهم هذه الصفة ولكن أبو عبدالله أعتقد أن من خلال البحث عنده هذه الصفة بزيادة اللي هي محترم جدا ومؤدب جدا فعكسي تماما ما أنا عارف أغير من نفسي ورح لباب دالله بس كاعدين نحاول هذا أكيد بالإضافة للجانب اللي منجعله عن كابتن ماجد جوانب الحياة ماجد المهمة أيضا جوانب أخرى لا يعرف الجمهور عن ماجد إلا القريبين منه وطبعا كابتن ماجد سهم كتير لتكون مسرحية السهم الملتهب تحكي قصته الحقيقي أنا بالنسبة لي جلست معهم وعطيتهم القصة وعطيتهم كل شيء هم بغوا كل أسئلتهم جوابت عليها كيف يطلعها في المسرح هذا شغل المخرج والممثلين إن شاء الله يؤدوا أدوار جميلة وجانب خف الدم الكابتن اللي ما كان دايما واضح لجمهور ماجد عبد الله في مناطق حلوة وخفيفة الدم عند الكابتن ماجد فانعكست في المسرحية فإن شاء الله أنه فيه شوي يعني ولكن اللايت كوميدي على قولتهم موجودة ولكن الغالب القصة وتحفيز من مرحلة إلى مرحلة تحفيز الموهبة كيف وصلت من إلى هذا اللي بيكون واضح على المسرح اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر